في مثل هذا اليوم من كل عام تنظم العتبة العباسية المقدسة مراسيم تبديل الراية على القبة الطاهرة لمرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام من لونها الأحمر إلى اللون الأسود إذن ببدء شهر الأحزان وإعلان الحزن والحداد وسط مشاركة واسعة من حشود المؤمنين والمعزين كما في السنوات الماضية فقد تشرف المؤمنون في هذه الليلة بالمشاركة والمساهمة في استبدار رايتين القبتين الطاهرتين لسيد الشهداء عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباسي عليه السلام وذلك إذانا ببدء موسم العزاء والحزن المحمدي بذكرى شهادة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباسي عليه السلام اعتدنا كل سنة بعد سقوط الطاغية إلى اليوم في ليلة محرام أو قبل ليلة بتهيئت المراسيم لتبديل راية الحزن راية الحمراء إلى راية السوداء راية حزن محمد وقال محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله كافة جهود العتبة مستنفرة لهذه الليلة المباركة نسأل الله أن تعاد على شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها تحت خيمة سماحة سيد السستان دامة المراسيم التي أقيمت في باحة بوابة القبلة لعتبة العباسية شهدت فعاليات من ضمنها رفع المصاحف الشريفة إلى جانب رفع راية عزاء السلام إضافة إلى تسليم راية عزائية لممثليات مواكب محافظة ميسان لترتفع بعدها صيحات حناجر الزائرين المعزين بنداء لبيك يا عباس شكرا